اشتركوا في القناة ونحو ذلك فأرى بعضهم حينما يريد ان يعمل بقول عليه السلام من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثين وكبر الله ثلاثة وثلاثين ثم قال تماما مئة لا اله الا الله اهله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وان كانت مثل جبد البحر هذا حديث صحيح ورواه الامام مسلم صحيح حينما يريدون العمل بهذا الحديث ترى بعضهم لا يكاد يبين بلسانه عن تسبيح الله وتحميدي وتكبيره فماذا تسمع رأيتم كما رأيته انا اظن لست وحدي يعني في هذه الدعوة هذه ماذا نسميها السبسبي ثم الحمد لله هذا ليس تسبيحا وليس تحميلا اه اكبر الله اكبر الله اكبر الله بلحظات بثواني انتهى من المئة هذه المئة من جاء بها ما اجرها غفر الله له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ولو كان الايتيان بها بهذه البسبسة حاشا لله انما يجب ان يتأنى فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الى اخره لا اريد بما يأتي من كلامي التالي ان اصد الناس عن التسبيح الثلاثة وثلاثين وما جاء في بقية الحديث وانما اريد ان اقرب اليهم ما هو افضل لهم شرعا وايسر لهم عملا افضل لهم شرعا وايسر لهم عملا واظنكم ستسمعون هذا الحديث لأول مرة او على لقل بعضكم وهو حديث هام جدا وهو حديث صحيح ايضا اخرجوا الامام النساء والحاكم وغيرهما عن صحابيهم بسندين صحيحين ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المنام شخصا يسأله ما الذي علمكم الرسول عليه السلام قال علمنا سبحان الله وذكر هذا العدد الذي سبق بيانه في الحديث السابق فقال ذلك الشخص للرأي في المنام قال اجعلوهن خمسا وعشرين اجعلوهن خمسا وعشرين يعني يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فبدل ما يعد الانسان مئة واحدة رح يعد ايش خمسا وعشرين واحدة والخمسا وعشرين واحدة بده يضطر انه يتباطئ في العدد ما بيظهر يسارع المسارع هذه التي نستنكرها شدر استنكار فهو مهما استعجل سبحان الله لانه في بعضه مننا والحمد لله مهما استعجل ما رح تطلع منه الا اكمل مما لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله متى دون اللي بيذكروا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وبعدين بيسحبوا ساحبه ما بتسمع منهم اللي ايه الله 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 الى اخره فبقاية لهؤلاء المستعجلين بعد الصلاة في التسبيح والتحميد المذكور في الحديث الاول عليهم ان يجمعوا بين الاربعة ويقولوها خمسا وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمسا وعشرين مرة وهذا افضل بدليل تمام الحديث ذلك الرأي رأى مناما قد يكون هذا المنام اضغاث احلام وليس له تفسير لاننا لسنا نعلم بتأويل الاحلام لكن هذا الرجل الرأي للرؤية قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فكان جوابه فافعلوا اذا فافعلوا اذا هنا يريد سؤال ثقي هل هذا نسخ للحديث الاول ثلاثة وثلاثين تسويها ثلاثة وثلاثين تحميز ثلاثة وثلاثين تكبيرة اخرها تهليل واحد لا ليس نسخا وانما تفضيل فاذا جاء المصلي بثلاثة وثلاثينات هدون بعد الصلاة بثأدة وبروية ما في مانع منها لكن افضل له ان يجمع الاربع في خمسا عشرين مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله كذا خمسا عشرين مرة بيكون افضل له من ما جاء في الحديث السابق